شاهدين أهلا بكم وكل متابعي موقع صدى البلد موضوع فات النهضة والحقيقة هو من أهم القضايا الشائكة اللي على مدار فترة كبيرة بنتابعه وتغطيتنا هتكون فيها آخر تطورات فات النهضة الحقيقة الموضوع اللي بيشغل حيث كبير من تفكير المصريين لأن طبعا ملف المياه يعتبر من أهم الملفات الحقيقة اللي بنقشها وهي قضية وجودية بالنسبة للمصريين القاهرة دايما بتسعى بشطة طرق والسبل لإيجاد حلول دبلوماسية لهذا الملف بتعاون مع طبعا السودان وإثيوبيا بما يخدم صالح الشعوب التلاتة وحققهم في التنمية من غير مدولة التعدى على نصيب الدولة تانية أو إحدى الدول في حقوقات تاريخية من مياه النين خلينا نقول إن المساعدة طبعا بتم تزامنا مع تطورات جديدة بيشهدها منصوب مياه النين للأزرق واللي شهد الارتفاع كبير خلال سبتمبر الجاري لتعويض حيز إثيوبيا المياه خلف سد النهضة عبر الملء الثالث دون اتفاق مع مصر والسودان وهو ما يعد مخلفة للاتفاقات الدولية التي تضرب بها أديسة بابا عرض الحائط والتعنى التأشد في المفاوضات الدكتور عباس شراقي كشف طبعا الدكتور عباس شراقي وأستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة كشف على تطورات سد النهضة ومعدلات الأنظار في حوض النيل الأزرق خلال الأيام الأخيرة من فيضان هذا العام في شهر سبتمبر الكلام دموا قناتا بالأيام ذاتها العام الماضي عام 2021 وضح أن شهر سبتمبر الجاري شهد حتى اليوم ارتفاع كبير في كمية الأمطار الساقطة على حوض النيل الأزرق والتي زادت عن المتاصب معدل 42% الحال الشراقي أكد من خلال منشورة صبحته فيسبوك لكن معدلات الأمطار زادت هذا العام عن المتوسط بمقدار 42% وهو أعلى من متوسط الأمطار خلال العام الماضي والذي سجل ارتفاعا بحوالي 32% فيما تبلغ قيمة الزيادة عن العام الماضي بحوالي 40 مليون متر يوميا على خلال شهر أغسطس الماضي الذي شهد أمطارا أعلى قليلا من المتوسط كما نوضح نميقياس الدمازعين على الحدود السودانية الإثيوبية سجل أمس الأربعاء 21 ستمبر تصريفا غير مسبوقة من سد النهضة خلال العامين الآخرين وصل ل 614 مليون متر مجعب زيادة قدرها 108 مليون متر مجعب عن نفس اليوم العام الماضي وقد بلغ متأسط التصريف عند سد النهضة هذا الشهر 566 مليون متر مجعب في اليوم حتى 21 ستمبر فيما يخص مستوى الفيضان فأكد شراقي أن نيل وصل ارتفاعه عند حتوم وتعدى مستوى الفيضان 16.5 مليون متر ب30 سنتيمتر وسجل أربعاء 16.80 مليون متر فيما أن أعلى مستوى كان قد بلغ الفيضان كان 17.66 مليون متر وكان في 6 ستمبر عام 2020 من المتوقع أن يستمر ارتفاع معدل الأمطار بقية شهر ستمبر وفيضان بعض الأماكن في ولايات النيل الأزرق وسينار والجزيرة والخرطوم وده كله نظر الارتفاعه على مستوى نهري النيل الأزرق والدندر على مستوى الفيضان وأظهرت الصور الفضائية أمس الأربعاء استمرار توقف التوبينين ربما لأكثر من شهر وذلك لأسباب فنية من هشدة الفيضان كثرة الرواصب والشوائب من بقايا النباتات والأشجار حتى تعوق حرفة التوبينات وكانت بالتزامن مع عدم وجود شبكة قوية لنقل أطيار الجهربائي سبق وكشف الدكتور عباس شرافي عن أسباب توقف توربينات هذه النهضة والحقيقة أنه أرجع لعدة احتمالات وهي وقت الفيضان والتي تكون في المياة طبعا محملة بجمية كبيرة من الطن والشوائب وده طبعا بيعيق عمل التوربينات كمان في احتمال آخر وهو أن إثيوبيا ليس لديها شبكة شبكة بنية تحتية لربط الكهربائي لنقل الكهرباء التي تتولد من سد النهضة لأن ذلك يحتاج لإمكانيات كبيرة وده لأن إثيوبيا كانت تفكر في تصدير هذه الكهرباء لأنها لا تملك البنية التحتية التي تتحمل كمان التصدير من أسباب ده لأنه بيحتاج لشبكة ربط الكهربائي مع الجيران إثيوبيا وده مش متوفر عنده التوربينات بتكون وقت العمل بيكون تشغيلها ضعيف للغاية لأن بحيرة سد النهضة بيها 17 مليار متر مبعب من المياه وده بعد الملء الثالث نتوقع إذا نحن عرفنا كمية دي ضعيفة عشان نشغل التوربينات بالشكل الأمثل وتقيتها القصوى وقبل ما ننهي مع حضراتكم تغضيتنا عن سد النهضة عايزين نؤكد أن وزير الخارجية سامح شكري مستمر في المباحث لحل أزمة سد النهضة اللي بقالها الحياة فترة كبيرة وبحث من يومين مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش أعمال الشق رفيع على مستوى الاجتماعات الجامعية العامة لأمم المتحدة كانت في نيويورك كان ناقش معاك ثورات قضية سد النهضة والتأكيد على أن مصر والسودان بتتبسكان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي ملزم على ملء بتشغيل سد النهضة لضمان استمرار تدفق حصتها سنوية من مياه نهر المي وسلامت طبعاً معاها المنشآت الدولية المائية في ظل التعنم الإثيوبي بكده نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا وقلنا لحضراتكم آخر تطورات ملف سد النهضة ولسا نتبعين مع حضراتكم كل جديد شكراً لكم شكراً لكم